ما إن تنسحب واشنطن من قاعدة حتى تشرع في بناء أخرى في شرق الفرات إذ ووفق مصادر ميدانية متعددة فإن القوات الأميركية بدأت بإنشاء قاعدة عسكرية لقواتها في حي غويران بمدينة الحسقة القاعدة الجديدة هي الأولى للقوات الأميركية في المدينة وتقع على مقربة من مقر أمنية وعسكرية للنظام لاسد كما أنها نقطة ارتكازية في المدينة التي يسعى الروس إلى زيادة نفوذهم فيها زيادة النقاط والقواعد الأميركية لم تقتصر على مدينة الحسقة إذ تعمل الولايات المتحدة على إنشاء قاعدة بالقرب من منطقة هيمو في مدينة القامشلي فضلا عن أعمال توسعية تقوم بها القوات الأميركية في قاعدتي العمر والميلان زيادة النقاط والقواعد العسكرية لواشنطن في شرق الفرات جاء عقب التوتر المستمر مع القوات الروسية إذ منعت واشنطن القوات الروسية من تسيير دوريات على الطريق الدولي كما أنها طالبت الروس بعدم الاقتراب من المناطق التي تخضع لنفوذ القوات الأميركية المبوث الأميركي إلى سوريا كان قد تحدث سابقا عن خرق القوات الروسية لمناطق منع الاشتباك بين الطرفين في شمال شرق سوريا فهل تحرك واشنطن الأخير يأتي لتضييق الخناق على حركة الروس أم لأغراض أخرى؟ منطقة شرق الفرات شهدت دخول أطراف جديدة فالاتفاقات المبرمة بين قسد وروسيا من جهة وقسد وواشنطن من جهة أخرى جعلت مناطق القوى المحلية والدولية تتداخل سيطرتها ببعض وبات كل طرف يسعى إلى تعزيز نفوذه في المنطقة بدءا من موسكو التي نشرت منظومات دفاع جوي في القامشلي وليس انتهاءا بواشنطن التي عززت قواعدها بأسلحة متطورة